السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اعزائي الطلاب. النهار ده مع بعض في حلقة اليوتيوب ريفيجون سيكس. زي ما انتم عارفين في حلقة اليوتيوب احنا بنحل المتحان من الكتاب ده. جايزه ليلا بعد اذن حضرتك. هنحل المتحان هقولك انا المتحان. طبعا كان تابع الواجب المرة اللي فاتت. وبنشتغل على بناخد منها. وتقريبا النهار ده كده هنشتغل على سيكشن سيكس. لا مش تقريبا اكيد هنشتغل على سيكشن سيكس ان شاء الله. المفروض انك حلية واجب. اه نقول بسم الله الرحمن الرحيم. توكلنا على الله. يلا. اه تس اون يونس 11 و 12 بي. ده الكتاب بتاعنا اللي هو صفح الكتاب ده صفحة كام? صفحة 69. الكتاب ده صفحة 69. انت مفروض حلية واجب ده. انت بقى حضرتك كده هتفتح الهوم مورك بتاع حضرتك عشان نراجع على اسئلة زي ما تحليتها وان شاء الله يطلع كله صح. وتفهم ليه غلط. يلا توكلنا على الله. سؤال اول. سؤال. 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 طبعا. سؤال. سؤال. بمعنى يوفر. عايز اقول بيوفر كورسات هي ايمن تقول بروفايد كورس او رانا كورس. او كورس او رانا كورس بمعنى يوفر او يدير كورسات من اجل ايه الموظفين. السؤال التاني بيقول. اجل اردخل فارسات الموظفين ويوفر ندفع كاريرا. طبعا اكيد الهجاب بيوفر بيننى مقزي. سببه ووولنا بتيق مع جوب بمعنى وظيفة مقزية او مقزية يعني مهنة مقزية مديا يالي. السؤال الثالث. عاديل هاتو. سبقت تأكد بمعنى وظيفة مقزية. عشان يحسن من الانجليزي بتاعه اللي قابة طبعا دو كورس طبعا دو كورس او تيك كورس دو اكورس او تيك كورس مع الطالب انا بقول دو كورس او تيك كورس يعني بياخد كورس اما مع الشركات او مع الجامعات فبقول بروفايد كورس بمعنى يوفر كورس او زي ما قلتلكم من شوية ايه ران كورس يدير كورسات سؤال الرابع بيقول داليا سيد ذات زيس بوكس ديفيكال توريد هزا الكتاب صعب قراءته بط اتس بيس ايو ليرن الوت باوت لايب فرميت هتعلم ايه يعني كتير عن الحياة طبعا اجابة وورثوايل يعني جدير بالاهتمام او يستحق الايه الاهتمام يعني هزا الكتاب صعب لكنه يستحق الاهتمام او جدير بالاهتمام السؤال اللي بعد طبعا اجابة أناوريد كورس طبعا الإجابة أناوريد كورس وهذا المفروض أنيرود أنيرود إن ناصة إن عندك لو مش مكتوب اكتبها في القوملة نفسها أي قدم نفسه او أ hilطان اه فيهCourse English يعني وسجل اسمه في السؤال اللي بعده إجيبت لأ العلاقات الأفضل لأيض الأنفال الى دول المجاورة. إجابة طبعا helping the promotion. وبروموشن هنا جاي بمعنى ايه يا شباب؟ بمعنى تعزيز. يعني مصر دايما بتساعد في تعزيز العلاقات القوية بين الدول المتجاورة. الى دول ايه متجاورة. السؤال اللي بعده number seven. اه متحت اوفرد اشرف a cigarette. قدمه سجارة. اشرف space him and said he didn't smoke. طبعا اجابة thanked him. شكره. وقال له ايه ما بدخنش. police are warning all women. بيحذر كل السيدات in the area. space extra care when going out alone. طبعا اجابة to take care. warn. كلنا عارفين. بيجي بعدها المفعول. معناها يحذر وبعدين حاجة من الاتنين. يا اما to plus infinitive. يا اما not to plus infinitive. حسب معنى الجملة. فتبعى لجابة طبعا to take care. أو to take extra care. انهما يخذوا بالهم اكتر لما يخرجوا السؤال اللي بعد. سؤال اللي بعده بيقول. زي دكتور always tells her space about her illness as it is easily cured now. يعني illness طبعا يعني مرض. as it is easily cured now. لانه من السهل علاجه دلوقتي. طبعا اجابة tells her not to worry a detail. طبعا ده grammar. بيجي بعدها المفعول. وبعدين حاجة من الاتنين. زي ما قلنا فوق في الجملة اللي فوقي. يا اما to plus infinitive. يا اما not to plus infinitive. طبعا الاجابة not to worry about her illness عشان تل. ما تقلقش من المرض. فالعشرة. we space everyone that the time had been changed. طبعا ما فيش. said ما ينفعش يجي بعدها مفعول بيشكل. ما ينفعش يقول said everyone. يعني said عشان تاخد مفعول لازم تاخد حرف الجر two. وبعد كده يجي وراها الايه الابجكت. السؤال اللي بعد. I suggest space dinner and watch the film after that. طبعا الاجابة we have. قاعد suggest بيجي بعدها. يا اما لو جاي بعدها جملة كاملة طبعا. يا اما subject plus infinitive. فاعل زائد المصدر هي اما subject plus should plus infinitive. دي قاعدة suggest. لما يجي بعدها جملة كاملة. لو انت ناسي افتكر القاعدة العصب. القاعدة العصبورة قدام حضرائك دلوقتي حالا. subject وبعد كده فاعل. وبعد كده الفاعل. سوري suggest فاعل مصدر. او suggest فاعل should مصدر. اما لو جاي بعدها الفاعل مباشرة لو مش جملة كاملة. فحييجي بعدها الفاعل واخد ايه? I energy. السؤال اللي بعد. I space wear a school uniform when I was a child. لما كنت طفل. طبعا الاجابة I had to. I had to. ماضي اللي هي بتساوي it was necessary. يعني كنت مضطر ان انا البس uniform لما كنت طالب. تمام? واحد قال لك ليه اخترنا had to? ليه ما قلناش have to. لانه وجيه في الاخر وقال لك when I was child. لما كنت طفلي. يبقى انا بتكلم عن شيء في الماضي. سؤال number 13 in England most school children معظم الاطفال. space wear a uniform. الاجابة طبعا have to wear a uniform. معظم الاطفال. have to. اللي هي بمعنى it is necessary. واحد قال طب ليه احنا اخدنا have to. ما اخدناش must. have to اقرب للالزام الخارجي. تمام? و must اقرب للالزام الايه الداخلي. يعني ايه مستر الالزام خارجي? يعني قوانين قواعد اوامر لوائح. عشان كده اخترنا ايه? have to. اللي اتنين بمعنى ياجب طبعا. السؤال بعد بيقول you really space work harder if you want to pass that examination. لو انت عايز تنجح في الامتحان ده. you must. و must هنا استخدمتها بمعنى يجب نصيحة. وطبعا must. نصيحة بس هي اقوى من should. يبقى you really must work harder. لازم تشتغل احسن او اكتر. if you want to pass that examination. لو انت عايز تنجح في الامتحان. the car park is free. car park is free. يعني it is not necessary. يعني ليس من الضروري. مش لازم ان انت تدفع لو انت مش عايز تدفع. needn تديني معنى it is not necessary. اللي هي بتساوي برضو. لو انت عايز تكتب معايا don't have to. اللي هي بتساوي برضو don't need to. اللي هو يعني لا داعي بس لو عايز تعمل اعمل. سؤال 16 بيقول why are you sitting here doing nothing. ليه قاعد ما بتعملش حاجة. you space be working. طبعا اجابة you ought to be working. ought to بتساوي should. اوكي. ought to be working. يعني المفروض انك تكون دلوقات ايه بتشتغل. the report says. التقرير بيقول. that the space between the rich and the poor has increased. ما بين الفقراء والاغنية الزاد. اللي هو ايه بقى the gap. وجاب بمعنى الفجوة ما بين الفقراء والاغنية. queen victoria was a great queen. كانت ملكة عظيمة. who space england for 60 years. ruled. letter b. اللي هي بتساوي government. ارجو ان تكون بتكتب معايا الملاحظات اللي انا بقول اري بمعنى حكمت انجلترا اكتر من ستين سنة. letter b. ruled. سؤال بعد. سؤال بيقول. that chemistry space was complicated. complicated يعني معقد. was complicated and difficult to follow. طبعا the chemistry lecture للمحاضرة بتاعت الكيميا. she tried to space on reading her book but couldn't. but she couldn't. طبعا الاجابة she tried to concentrate. بتاخد حرف فجروا on. ومعنى ايه? يركز. حاول التركز في القراءة الكتاب. لكنها لم تستطع. most businesses. معظم الاعمال التجارية. see government regulation. regulation. regulation بمعنى قواعد. اوكي. as necessary طبعا evil. as necessary evil بمعنى الشر لازل لابد منها. بنقول كده. الشر لازل لابد منها. يعني ضرورة حتمية. نقدر نقول. necessary evil يعني ايه? ضرورة حتمية. طبعا هو idiom ما هواش ترجمة حرفية لان كلمة evil وعدها يعني ايه? يعني شر. لكن لما اقول necessary evil يعني ضرورة حتمية. سؤال عشرين بيقول slow learners. المتعلمين البطاء. find it difficult to keep space with the rest of the class. طبعا اكيد انت عرفت الاجابة واكيد انت عملها keep up with. keep up with بتساوي catch up with. يا رب بتكون بتكتب معي الاجابات. او بتساوي keep with. كلهم بمعنى يجاري. او بتساوي keep pace with. keep pace with. اكتب الملاحظات دي. كلهم بمعنى يجاري او يساير. تمام? سؤال اللي بعده بيقول mass media. mass media. للمكديل للملاحظات. سيبالك تكتبها دقيقة. كتبتها. mass media وسأل اعلام always advise people. بتنصح الناس. about the amount of water they use. amount of water they use. يعني الكمية المياه المستخدمة. الجابة طبعا sensible. sensible بمعنى حكيم. تمام? فمعنى الجملة. mass media وسأل اعلام دايما بتنصح الناس to be sensible about. خدت بالك من حرف الجر اللي بيجي معاه. يبوحوك ماء بخصوص the amount of water they use. المياه اللي هما بيستخدمها. اخذنا الفرق ما بين sensible وسنسب. sensible معنى حكيم في التصرف. تمام? لكن sensitive معنى حساس. واحد بيزعل بسرعة. بيفرح بسرعة ده اسم ايه? sensitive. my cousin was lucky. كان محظوص to find job immediately after a. كان محظوصا ولا ايه? وظيفة immediately يعني ايه? في الحال after a اكيد after graduation. literacy. after graduation يعني بعد التخرج. السؤال number 25. the woman complains of some fine space. السيدة تشتك من. some fine space around eyes. حاولين يعنيها يعني. feeling that she is getting old. خايفة ان هي تكون عجزت. طبعا اجابة ringless letter c. وringless معنى ايه? تجاعيد. لا تجاعيد اللي بتظهر في الوجه. it might rain. ربما تمطر. I advise you space your umbrella with you. I advise you. بعد اذن حضرتك underline I advise you. كلنا عارفين advise. بيجي بعدها ايه? بيجي بعدها to المصدر. advise. بيجي بعدها المفعول. ده بنسميه المفعول. وبعدين يا اما to plus infinitive. يا اما not to plus infinitive. طبعا. الاجابة هنا I advise you to take. انصحك انك تاخد معاك اه الامبريلا او الشمسية معاك. طبعا هادك ليه منقولش not to take. كgrammar صح. بس كمعنى مش صح. آآ he warned his son. ادي warned التاني. يحزر. يحزر. وادي المفعول. he warned his son space with bad people. طبعا اجابة not to involve. وinvolve with معناها يتورط معا. يتورط معا. تعالا بقى نقول القاعدة التاني مرة. warn. بيجي بعدها المفعول اهو his son. وبعدين يا اما to المصدر حسب المعنى. يا اما not to المصدر حسب المعنى برضه. فانا بقول هو نصح ان هو ما يتورطش مع الولاد الوحشين. السؤال 28. they suggested that. underline suggested that. عالي. ده الفاعل بتاعي. لسه حالين جملة شبهها من شوية. a course to improve his English. طبعا take. لسه. ايلي من شوية. improve suggest asset. بيجي بعدها z. والفاعل. وبعدين يا اما المصدر زي ما حصل هنا. يا اما شود زائل المصدر. دي قاعدة suggest لما ييجي بعدها جملة كاملة. تمام? ولو عايز تفتكر بقى افكرك بهم كلهم suggest. وask. وadvise. recommend اللي هي بمعنى يوصي. وinsist اللي هي معناها يوصر. تلاتة الخمس افعال اللي قدام حضرتك دول اكتبهم لو سمحت suggest. ask. advise. recommend. insist. لما ييجي بعدين جملة كاملة. بيبعبارة عن زت. وبعدين subject. يا اما زائد المصدر. يا اما زائد شد زائد المصدر. دي قاعدة او دي القاعدة بتاعة الخمس افعال دول لما ييجي بعدين جملة كاملة. طبعا ده قلنا الحصة اللي فاتت. كده بنقوله التاني مرة او تالت مرة. عشان كده اخترنا take. نشوف السؤال اللي بعده. السؤال 29. ينقط get your bandage with or leg might not heal properly. طبعا bandage اللي هي دماغة. اللي هو الرباط اللي بنحطه على الجرح. heal بمعنى يلتأم. يخفي يعني. properly معناها بشكل صحيح. طبعا الاجابة you mustn't get. لا يجب انك تخلي الدماغة مبتلة. و mustn't. ايه الفرق بين mustn't و needn't? mustn't معناها لا يجب. تمام? و needn't معناها مش ضروري. طيب. وطبعا don't have to نفس المعنى. مش ضروري. الفرق بنحيس المعنى بقى mustn't هنا لا يجب اه والنتيجة بتبقى سلبية. النتيجة بتبقى سلبية. لو ما عملتش الحاجة دي النتيجة سلبية. لكن needn't معناها مش ضروري. والنتيجة عادية مش سلبية. يعني ممكن تعمل حاجة او ما تعملهاش. يعني عندك الاختيار انك تعمل او ما تعملش. السؤال اللي بعد. he's based the police when his jewels. اللي هي المجاوهرات disappeared بمعنى يختفي او تختفي. تمام? طبعا he had to tell the police. طب ليه ما قلناش? he might. might. دي معناها ايه ربما? had to معناها كان مضطرن. كان مضطرن. had to هي الماضي من مصد. وهي الماضي من هافت. هو اضطر يقول للبوليس. المجاوهرات اختفت فين وازاي. ندخل بقى على قطعة الكمبريهنشن. القطعة الكمبريهنشن عندك عن ايرثيكويكس اللي هي الزلازل. ايرثيكويكس are natural disasters. disasters معناها كوارث. تعال نراه مع بعض واحدة واحدة كده. that humans cannot control. الانسان ما ينفع شيء يتحكم فيها. sometimes earthquakes. احيانا الزلازل can be very dangerous. ممكن تبقى خطر. and people need to know. need to. بمعنى يجب الناس يجب ان هي تعرف more about where earthquakes come from. من اين تأتي الزلازل. and how to protect. protect يعني يحمي. and how to protect themselves from them. وازاي يحمي نفسهم منها. and any other natural disasters. واي كوارث طبيعية اخرى. earthquakes are the shaking. ده هو بيشرح. هنا بقى بيشرح لك the earthquakes. هذه عبارة عن shaking. اللي هو الاهتزاز. ruling and sudden shock. shock يعني صدمة. and sudden shock of earth's surface. لسطح الأرض. they are the earth's natural means of releasing pressure. releasing pressure. كلمة بريشر. يعني ضغط releasing اللي هو اطلاق. they are the earth's natural means. هي الوسيلة الطبيعية للأرض. of releasing pressure. ان هي تطلع الضغط اللي فيها. تطلق الضغط اللي فيها. more than a million earthquakes occur. يعني اكتر من مليون زلزال بيحصل in the world each year في كل سنة. earthquakes can be filled over large areas. يعني ممكن تشعر بها في منطقة اكبر. although they. واكيد زي هنا عيدة طبعا على earthquakes. they usually lost less than a minute. رغم ان هي بتستمر less than a minute. يعني اقل من دقيقة. اخد بالك هنا دي. ممكن تقول لي طب هي ليه مش عيدة على areas. ما هي هنا. انا عندي حاكتين جمع. عندي اه ايرث كويكس جمع. وارياس جمع. المعنى بقى هنا اللي بيقول لك. ان الزلازل can be filled over large areas. ممكن ان هي تحصل في مناطق كبيرة. although they usually lost تستمر او تدوم less than a minute. اكتر اقل من دقيقة. طبعا اللي يستمر اقل من دقيقة. اكيد طبعا مش المناطق اكيد الزلازل. however ولكن. earthquakes cannot be predicted. لا يمكن التنبؤ بها. cannot be predicted. يعني ايه. لا يمكن التنبؤ بها. although scientists رغم العلماء are still working on this problem. ما زالوا بيشتغلوا على هذه المشكلة. there are about 20 plates. there are about 20 plates. along the surface of the earth that move continuously. continuously يعني بتتحرك باستمرار. and slowly past each other. when the plates squeeze. squeeze يعني تعصر او تتعصر. or stretch. stretch يعني تتمدد. squeeze يعصر. stretch يتمدد. huge rocks from form. huge rocks form at their edges. تتكون صخور ضخمة at their edges. عند الحواف. جمع حافة. and the rocks shift. with great force. with great force. يعني بقوة هائلة. causing. بيسبب ايه الكلام ده يا ولاد. an earthquake. بسبب الزلزال. طبعا لو حد بيترس جيولوجيا او جيولوجيا اكيد فاهم الكلام ده اكتر من اي حد تاني. as the blades move. they put forces on themselves. يعني بتضع ضغط على نفسها. and each other. when the force is large enough. لما القوة بتبقى large enough. the crust force it to break. وcrust هنا اوصد بها القشرة الخارجية. is forced to be break. بتتكسر القشرة الخارجية بسبب الضغط اللي هو قوة باطن. shaking and ground breaking. اللي هو الاهتزاز. shaking اللي هو الاهتزاز. and ground breaking. 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 are the main effects. هالأثار الرئيسية created by earthquakes. اللي بتحصل عن طريق الزلازل. principally. resulting in more or less severe. يعني. بشكل اساسي. resulting in. بتسوي leading to. اللي هي معنى. تؤدي الى. تؤدي الى. more or less severe damage. اللي هو. دمار قاسي او دمار شديد. to buildings and other structures. للمباني. structures. طبعا. building اللي هي المباني. structures. برضو بتديني معنى. ايه. مباني. the severity of the effect. depends on. severity اللي هي قصوة أو شدة يعني هنا severity جاي من كلمة severe فبيقول شدة the effect تأثير depends on the complex بيعتمد على the complex combination of اللي هو المزج بين earthquake magnitude ground break is a major risk major risk يعني خطورة أساسية الزلازل هي خطورة أساسية for large engineering structures للمباني الهندسية such as dams, stdood, bridges and nuclear power stations nuclear power stations اللي هي محطات الطاقة النووية محطات الطاقة ايه النووية and requires بتحتاج careful mapping of existing and requires careful mapping اللي هي خريطة of existing faults للأخطاء existing اللي هي الموجودة to identify للتعرف على any likely likely هنا بمعنى أي احتمال to break the ground surface لكسر السطح الأرض within the life of the structure أوكي نشوف بقى choose the correct answer السؤال الأول بيقول earthquake are considered وحن قلنا طبعا أسئلة بتعتمد على فهمك للقطعة مش من القطعة بالنص earthquake earthquakes مفرطي بجمع are considered تعتبر natural disaster كوارث طبيعية because طبعا أكيد because man has no control over them الإنسان ملوش سيطر عليها أوكي السؤال التاني بيقول earthquake are considered disastrous يعني كارثية جاء من كلمة disaster الزلازل تعتبر كارثية for people and the preparedness للناس والممتلكات because حسب القطعة because earthquakes happen in cities لأنها بتحدث غالبا فين في المدن السؤال number three according to the text طبقا للنص اللي قريته how long does an earthquake usually last يعني الزلزال بيستمر الدقيقة تقريبا less than a minute أقل من دقيقة وده اللي جه في القطعة بالنص which of the following not true أنهي جملة من دول مش حقيقية about an earthquake عن الزلزال طبعا كلهم صح معادة الجملة an earthquake is a controllable disaster controllable disaster يعني كارثة يمكن التحكم فيها بس وإحنا بنقرأ القطعة هو قال لك أن earthquake ما حدش بيقدر حتى يتنبأ بيها إذن الإجابة الباقي كله بيقول لك earthquake is always unpredictable غير متوقعة an earthquake causes severe damage بتسبب severe damage يعني خسارة جديدة احنا قلنا كده في القطعة the earth is cracked اللي تتشقق أو تتشرخ when an earthquake occurs عندما يحدث الزلزال السؤال اللي بعده the underlying word pronoun they refers to وإحنا بنشرح القطعة قلنا they هنا عادة يأم عادة على earthquakes أو areas لكن لما شرحنا القطعة اكتشفنا أنها عادة على earthquakes الزلازل what do people want to know about earthquakes الناس عايزين يعرفوا اي عن الزلازل الاجابة طبعا letter B both A and B الناس المفروض يعرفوا اي أولا need to know more about where earthquakes come from لازم يعرفوا الزلازل جائمين people need to know how to protect themselves ولازم يعرف ازاي يحمل نفسهم from them من الزلازل and any other natural disaster عشان الاجابة letter B C اللي هي A and B which one of the following is much affected by ground breaks اني واحدة من دول بتتأثر اكتر the ground breaks الاجابة letter D engineering structures اللي هو المباني الهندسية او البنيان الهندسي find words from the passage that have the same meaning as ودي من الاساسات بتيجا دايما في القطع يقول لك هات كلمة من القطع بتدي المعنى ده اللي هي upper layer of earth اللي هي القشرة الخارجية للارض الاجابة طبعا surface وانا كمان شايف ان crust اللي اتنين دول هما الاجابة لان crust معناها القشرة الخارجية و surface معناها الطبقة الخارجية الاجابة letter C الاقرب بالصح ودي برضو تنفع سؤال 9 بيقول according to the passage تبقى القطع how the earth quick help ازاي الزلزال بيساعد the earth بيساعد الارض ازاي الاجابة letter A they are the earth's natural means هو بيساعد الارض ان هي الوسيلة بتاعت الارض احنا يمكن قول لدي احنا بنقرأ القطع of releasing pressure لاطلاق الضغط اللي جوه الكرة الارضية نفسها according to the passage how can we try to protect ازاي نقدر نحمي structure المباني بتاعتنا from earth quicks اللي جابة letter C by careful mapping of existing النحاء عندنا خريطة حريصة او خريطة دقيقة of existing false الاخطاء الموجودة in them to fix عشان نصلحها قبل الزلازل المتيجي ادخل معي على الستوري the prisoner of zinda السؤال الاول why couldn't مايكل legally become a king لمايكل ما يقدرش يبقى ملك why couldn't legally مايقدرش يبقى ملك بشكل قانوني حسب القطعة القصة اسف as his mother was not real لان والدته ليست من العيلة الملكة السؤال الثاني why did مارشال fear لان مارشال كان خايف that the people wouldn't believe him ان الناس ما تصدقوش الاجابة because the king is writing was different from his usual لان خط لو خط راسندل طبعا ما كانش الملك كان مختلف عن خط الملك what mission ما المهمة would flavia have if the king اللي هو راسندل didn't come back اللي فليفيا هتتولاها لو راسندل مرجعش هتبقى الاجابة طبعا letter A she would be on a mission to rescue روريتانيا هيبقى مهمتها زي ما قالها راسندل تنقذ روريتانيا to be queen وتبقى ملكة طبعا هو معنى السؤال المهمة اللي فليفيا اللي هي الأميرة اللي هي خطيبة الملك هتعملها لو الملك اللي هو راسندل مرجعش طب مرجعش منين عشان انت عايز تسألني دلوقتي مرجعش من المهمة بتاعت ان هو راح ينقذ الملك لا لو انا مرجعتش هتبقى انت الملكة دي الاجابة اللي جاية من القصة بالنص where was the modern country house المنزل الريفي فين هو ايه المنزل الريفي الاسمه تيرلينهايم لو كان بيقيم فيه راسندل هو و it was on the opposite side of the town يعني على الجانب الاخر من المدينة on the opposite side of the town to where the castle stood يعني على الجانب الاخر من القلعة وصود القلعة وكان بيبعد عن القلعة 8 كيلومتر حسب الكلام اللي جايف القصة نيو تكنولوجي دخلنا في اسئلة الكلمات وإحنا قلنا القصة ومكتبها اسئلة على احداث كلمات نيو تكنولوجي بتسمح التكنولوجيا الحديثة لإيه planes to fly undetected إنه يطير undetected by radar طبعا الإجابة spy آآ تاني new technology allows spy planes لطائرات التجسس بتسمح لطائرات التجسس to fly إنه يطير undetected غير مكتشفة يعني by radars يعني الradars ما بيكتشفاش this boy seems nice هذا الولد يبدو لطيفا but he is a space at heart try to avoid talking to him يعني حاول ما تتكلمش معه wicked at heart wicked بمعنى شرير يعني من ناحية قلبه فهو إنسان شريفا ما تتكلمش معه سؤال number seven بيقول the prisoners were being kept in so jana وضعه في ايه in order to prevent them from escaping عشان يمنعوهم من الهرب الإجابة طبعا chains in chains يعني فيه قيود أو فيه سلاسل letter d on the way to the farm في الطريق إلى المزرعة there was a narrow path path يعني ممر أو طريق there was a narrow path which is based down to a small lake small lake يعني بحيرة صغيرة طبعا إجابة lead to lead down to معناها يؤدي إلى هذا الطريق يؤدي إلى بحيرة صغيرة كده دخلنا على الترجمة وزي ما شفتوا النهاردة كان عندكم امتحان تجريبي لو حد فيكم دخل على امتحان التجريبي الترجمة هتيجي اختيار تمام مستنون هنعمل امتحان تجريبي في فيديو قريب قوي طبعا الترجمة اختياري كل مرة بقول لك نفس الكلام عشان تحل الترجمة اختياري صح يبقى حضرتك لازم تبقى عارف إزاي تترجم صح الترجمة الاولى بتقول هي من انجهز العربي بتقول يشارك في المحادثات يعني ايه واثق عشان يحس انه واثق من نفسه يعني واثق من نفسه هنحط الاختيارات كلها ونختار الاجابة الصح طبعا نختار الصح الاول هي اول واحدة يجب ان يشارك الطلاب قلتلك لما تيجي الترجم من انجليز العربي يفضل تبتدي بالفعل مش قاعدة بس يفضل الجملة العربية تكون جملة فعلية لانها اسهل في الصياغة انا بدأت بالحتة دي يا جماعة يجب ان يشارك الطلاب كلمة يعني ايه يشارك فيه المحادثات داخل الحجرة الدراسية يشعروا بثقة اكبر فيها انفسهم تعالي بقى نشوف ايه الغلط في الجملة التانية يجب على الطلاب تمام يجب على يجب ان يأخذ الطالب جزءا في المحادثات مبيش حاجة اسمها يجب ان يأخذ انفروض وشارك ايه بديه غلط عشان كده التانية ليه التالتة ليه غلط يجب ان يتكلم الطالب هي مش يتكلم خلص في المحادثات داخل حجرة الدراسية ليشعروا تمام لا يجب ان يشارك هو ما قالش لا يجب هو قال يجب اذا الاجابة الصحية لتر ايه وزي ما قلتلك لو عايز تبقى واسق من نفسك في الترجمة الاول حضرتك حلها بنفسك وبعد كده ارجع تاني ايه اه ارجع اشوف صحوات تعال نشوف بقى معاربة انجليزة على كل فرض ان يشارك اه في اه تحمل المسؤولية للتغلب على المشاقة مع مشاكلنا الاقتصادية والاجتماعية والبيئية هننزل كل الترجمات وبعد كده نشوف الصح والغلط ايه تمام قدامك في الكتاب الاجابة الصح اللي طبعا يجب على كل فرض او على كل فرض على كل فرض ان يشارك على دي تديني معنى يجب عشان كده قلنا افري وان شود شير اللي هي بمعنى يشارك ريسبونسيباليتي في تحمل المسؤولية تمام للتغلب على سبق وقلت لك قبل كده الكلمة لما يبقى لها كذا صفة ما تقعدش تقول بتحط الصفات كلها وبتحط الكلمة في الاخر خالص انا قلت هنا ايه يا ولاد مشاكلنا الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في العربي بتقول بتحط هنا بقى هنحط هنمشي من الشمال اليمين كده انا هحط البيئية وبعدين الاجتماعية وبعدين الاقتصادية وبعدين نحط كلمة مشاكلنا تعمل ومافيش طبعا ما قلناش عند هنا حاطنا عند في الاخر طب ليه الاولى غلط تعال نشوف في الممتع should share responsible. لا المفروض responsible يعني مسؤول. responsibility يعني مسؤولية. المفروض يشارك المسؤولية. طيب ليه الثانية غلط. everyone should share responsibility for overcoming our economic social and environmental. الغلطة هنا المفروض تبقى environmental problems. لأن كلمة environment معناها بيئة. لكن environmental يعني بي. everyone should share responsibility for overcome. غلط. المفروض يقول for overcoming. لأن حروف الجر يجي بعدها الفعل ايه? ing. طب كان في عندنا كمان writing. هل ممكن writing اختياري احتمال? لما يقول لك مثلا اه which sentence is correct. انا جملة في دول صح. تمام? وفي الامتحان التجريب النهاردة وانتو كنت تبتعهم الامتحات التجريب النهاردة كان فيه جملة اختياري عن. واحنا النهاردة وان شاء الله حنشرح ازاي تتعامل مع الحاجات دي قريب جدا. فيه جملة من دول غلطة وفيه جملة صح. بيقول لك sometimes تشوف الصح الاول ايه? الصح. اربع جمل هما. الصح بتاعهم letter a sometimes parents dream of. اي حالي الاباء بيحلموا بي their kids? اه طبعا هو بيسألك من حيث structure هي انا واحدة صح والباقي كله غلط. اه dream of their kids to be at high professions. اه like doctors يعني عندهم high professions اللي هي وظائف اه زي اه doctors or engineers طب ليه التانية غلط. sometimes parents dream of their kids to be at high work. طبعا doctors وانجينيرز بنقول عليها professions. تمام? parents sometimes dreams ما ينفعش اقول parents و dreams ليه? لان parents جمع. والمضارع البسيط مع الجمعة بياخدش اس. sometimes parents dream ما ينفعش اقول كده لان دي ابو صرف اس الملكية. وانا عايز فاعل فاعل. ادي الفاعل parents و ادي الفاعل اللي هو ايه dream. فتبع الاجابة الصح letter a والباقي فيه اخطاء grammar. بكده حضرتك هتروح معايا فين بقى? enrich your language الكتاب بتاع enrich your language. وهنبتد على طول. بيه اللي هو الجزء بتاع free vocab section 6. تمام? صفحة كام? صفحة اتناشر. اوكي? ده هو الكتاب الصغير بتاع enrich your language. اللي هو ده. نورره لك علشان ما تتوهش منه. الكتاب ده. اوكي? ده معاك لغاية ما خلص صفحة اه اتناشر عندك مجموعة من الكلمات اللي اتعرف عليها الاول بتبقى كلمات اه free vocab يعني كلمات حرة زيادة على المنهج لكن مفيش حاجة اسمها اه الكلمة دي ماخدناهاش قبل كده. فيه كلمات بتبقى عدت عليك قبل كده بيجيب لك عليها سقف الامتحان. whisper يعني اهمس. participate اللي يشارك فيه وبتاخد in. take care of معنى هيعتني به. replace بمعنى يحل محل او يستبدل. on purpose يعني عمدا. epidemics يعني اوبئة جمع وباء. section بمعنى قسم. fit بمعنى مناسب او ملائم. shame بمعنى خجل او خزي او عار. اوكي? راجع معايا الكلمات الاول كده. عندك notice يلاحظ او هي طبعا انا جايب لك معناها ملخوزة او تنويه وممكن تيجي بمعنى يلاحظ برضو. did بمعنى عمل. اه عكسها ايه مستر او بتساوي ايه? action. did او action يعني عمل. اوكي? principle معنى مبدأ. fold يطوي لما تبتلف حاجة كده زي ورقة او اي حاجة او سجادة. go off ينفجر. بتساوي. استأذن تساعدتك بتساوي مود. m o d. اوكي? اه demanding جاي من كلمة demand يتطلب جهده وقت. rush hour ساعة الزروة. حتقولي ساعة الزروة اقولك اللي هي الساعة اللي الموظفين بيطلعوا فيها يعني تقريبا في مصر الساعة اثنين كده بتلاقي الدنيا زحمة جدا جدا اسمها rush hour. اوكي? اه لسه عندنا اه لأ عندنا اسئلة بقت. شو زا كوريكت انصر على الجزء اللي احنا قرانا ده. افتح لي قصدي حاول يعني حاول الاول تحل انت يا لو انت محلتش الجزء ده بعد ما تحفظ الكلمات اللي هي انا قلتها من شوية. هضرها كانت تحلها انت الاول بعد اذنك. وبعد اي انت رجعها معي. فالاول بيقول when you say something to someone's ear quietly. لما تقول واحد كلمة في ودنه بهدوء كده. and secretly you whisper. letter P. whisper يعني ايه? يهمس. سؤال الثاني. please space your papers in half. الورق اللي معاك ده in half نصين. in half يعني نصين. before you hand them in. قبل ما تسلموا. طبعا اللي جابة fold. fold your papers in. half يعني اطوي نصين. طبقوا نص طبقوا كده. fold بمعنى يطوي السؤال اللي بعده. او يطبق ورقة. do you space in any sporting activities? في اي انشطة رياضية? do you take part in? او participate in? ومعناها يشارك فيه. سؤال اللي بعده. you will have to learn to control your space if you still want to work here with us. اللي جابة طبعا control your timber. control your timber يعني ايه? تتحكم في اعصابك. يعني بيقولوا لازم تتحكم في اعصابك اه لو انت عايز تشتغل معانهم. it was very space of him to leave you there. all um uh all um protected. um protected يعني غير محمي. it was very inconsiderate بمعنى مستهتر. وهنا معنى الجملة استهتار منك. to leave you there. uh sorry. it was uh very inconsiderate of him. استهتر منه. to leave you there. ان يسبك هناك um protected يعني بدون حماية. there is a space here which says beware of uh dog. beware of يعني احترس. beware of the dog يعني احترس من الكلاب. اللي جابة بنتيس. ونتيس بمعنى لافتة او ملحوظة او اه زي ما نقول كده ايه تنويه بيقول خد بالك من الكلاب. السؤال number seven. uh he بعده. i didn't say. i didn't like it. انا ما قلتش انه ده مش عاجبني. uh it is. uh it just doesn't space my waist properly. waist اللي هو الخصر. او الوسط. اللي هو الخصر بتاع الانسان. او الوسط بتاع الانسان. properly. it just didn't fit. fit بمعنى يولائم. معنى هذا كل اللي انا عايز اقوله بس مش بيلائم الوسط بتاعي. it is as based to see him so completely ignored. ignored يعني متجاهل. so completely ignored by his former friends. اصدقاء السابقين. and associates. اللي جابة طبعا it is a shame بمعنى عار او خزي زي ما احنا بنقول كده. it is a shame خزي او عار to see him so completely ignored. ان احنا نشوفه متجاهل تماما. by his former friends. بواسطة اصدقاء السابقين. السؤال اللي بعده طبعا الصفة من shame. shame يعني عار لكن shameful صفة بمعنى مخزي. اوكي? يعني الصفة من shame shameful. بمعنى مخزي. اه السؤال اللي بعده وال shame بمعنى خجلان. بالمرة بقى عشان معلومة تبقى كاملة. اوكي? and shameful نعاون بمعنى خجل. اوكي? بس في فعق بين shame و shame and shame. shame الخجل الطبيعي. يعني فلان يقولك فلان ده عنده خجل. بطبيعته خجوله هو ما عملش حاجة غلط. shame خزي اوعار لحاجة غلط حصلت. عشان كده ما اخترنا الشاينيس واخترنا ايه? shame. السؤال اللي بعده. space of black this. وده اه ترجمة حرفية black this يعني الاسود. بس هي معناها الطعون. في مرة كده زمان كان اسمه الطعون. of black this were not in frequent in middle ages. in middle ages يعني في العصور الوسطى. طبعا يجب ايباديميكس. ايباديميكس يعني وباء. اوكي? illness يعني مرض اللي هو المرض العادي. لكن ايباديميكس الوباء اللي هو المنتشر. زي كورونا فيروس بيعتبر ايباديميكس. اوكي? المرض اللي يكون منتشر على مستوى العالم يقال عليه ايباديميكس. وطبعا disease يعني امراض اه او باراميديكس طبعا معروف اللي هو السعادة. سؤال بعد كلمة كوت هنا بمعنى اتحجزنا يعني اتحجزنا اللي هو ايه? اه ساعة الزروة. لسا يلنها من شوية. ساعة الزروة. وطبعا راش اوار ترافيك اللي هو المرور في لحظة الزروة. اللي يتلاقي كل الشوارع ايه? وقفة كده. اه السؤال البعدي بيقول. it is that that counts not the thought. الله على الكلام. it is that did that counts. يعني احنا بنعتمد على الافعال. تمام? not the thought مش على الافكار. thought بمعنى الفكر. وديد يعني الافعال. it is that that counts. يعني اللي احنا بنعتمد عليه هي الافعال. my car battery. بطريط العربية بتاعتي has gone dead. has gone دي يعني ايه? نامت. زي ما احنا بقولك البطارية نامت. I will have it space tomorrow. I will have it replaced. وreplace يعني يستبدل. وطبعا من حيث الجرامر الجملة causative. لما يبقى فيه have. وبعد كده الشيء. وبعدين التصريف الثالث يبقى ده اسمه ايه? causative او الجملة السببية. lose القوانين have their roots in the space of justice. كلمة justice معناها عدالة. منع عشان احل لازم افهم الجملة مش كده ولا ايه? lose القوانين have their roots in the principle of justice. يعني principle of justice. ليه مبادئ او اسس ليه? العدالة. he knows very well what he is doing. يعني هو عارف كويس هو هيعمل ايه? I mean اعني او اقصد. he is doing it on purpose. on purpose يعني قاصدا او عمدا. يعني هو مش هيعمل الحاجة لي زي ما احنا بنقول بالبادئ كده ايه? من غير ما يقصد. he knows very well what he is doing. هو عارف كويس هو بيعمل ايه? I mean he is doing it on purpose. الاولى hesitatingly معناها بتردد. unknowingly يعني من غير ما يعرف. in ignorance يعني بجهل. اوكي? لكن هو لما قوله هو عارف هو بيعمل ايه كويس يعني هو عارف عامل الكلام ده هو قاصد. it is very best work. I get awfully tired by the time. by the time يعني before. I finish for the day. الاجابة طبعا it's very demanding. demanding قلنا معناها يتطلب جهد. ويتطلب demanding work يعني معناها ايه? يتطلب وقت وجهد. يتطلب وقت وجهد. ودي قلناها في الكلمات. حيوة معنى الجملة. it's very demanding work. I get awfully tired. يعني الشغل ده بتطلب وقت وجهد. I get awfully tired. تعبت جدا. by the time I finish for the day. the building was evacuated. we evacuated يعني تم اخلاقه. تم الاخواء اخلاقه يعني مشوا الناس منه. before the bomb. وبومب يعني القنبلة طبعا. before the bomb go off. go off. go off. I went off. ايس في الماضي من go off. بمعنى اكس ابلودت قبل ان تنفجر القنبلة. اوكي? كده ندخل على هاتل بقى في نفس الكتاب اللي انا وردت قولك من شوية ده صفحة 30 word family. word family يعني اللي هو المشتقات بتاعت الكلمة. الفعل والاسم والصفة والايه والايه الزرف. تمام? تعالي نشوف مجموعهم الاسئلة وعلى فكرة word family بتبقى مهمة جدا. السؤال الاول افتح كتابك ارجو انك تكون حلته عشان ترجعه معي. يفضل انك تكون حلل الجزء ده. ولو ما حلتش لو سمحت وقف الفيديو. واطلع منه وروح حل الكلام ده وبعدين تعالي. يكون احسن. صراحة عشان تستفيدي يعني. سؤال الاول بيقول لك اهولي دي ان امريكا. الاجازة في امريكا كان بيس بيس تشيب. تشيب يعني رخيص صفة. مش كده ولا ايه? طبعا اجابة ده بيسموه ادفرب ظرف. ليه اخترنا لانه من ضمن استخدامات الظرف انه يجي قبل الصفة. بس باختصار شريف. من ضمن استخدامات الظرف انه هو يجي ايه? قبل الصفة. السؤال اللي بعده. طبعا اه صفة بمعنى مندهش. اوكي. اه يدهش. اه مدهش. اخترنا لتر اه بي ليه. عشان ده ظرف. والظرف بيجي ايه قبل الصفة. السؤال اللي بعده. اه بيقول. there is no space to the problem of the beginning of the universe. اللي هي بداية العالم. there is no solution. solution يعني حل. طب ايه الفرق بينهم? solve يعني حل. solvable يعني ممكن حله. صفة. اه طبعا صلبه. اه اه اللي جابه لتر سي. نعوين. نرقوم there is no solution to the problem. يعني مفيش حل للمشكلة. of the beginning of the universe. السؤال اللي بعده. the chairman اللي هو رئيس الجلسة. chairman يعني اولاد رئيس الجلسة. رئيس الجلسة. اه اكسبريس داوتس بيعبر عن اه ما شكوكو. about the space of showing the film on children's television. showing the stability. stability يعني ملائمة. ايه الفرق بينهم? stability لهم بمعنى ملائمة. صفة بمعنى ملائم او مناسب. آه suit verb بمعنى يلائم. ترجم معي الكلام ده كله بعد اذن حضرتك. آه طبعا سوتت هي الماضي من سوت. السؤال اللي بعده. 114 بقول. is not in by itself. you must work hard to. لازم تشتغل. طبعا الاجابة تبقى inspiration الالهام. معنى الجملة. الالهام في حد ذاته ليس كافيا. طب ايه الفرق ما بينهم? inspire فعل بمعنى يلهم. inspiration الهام. inspired ملهم صفة. وinspiring صفة برضو بمعنى ايه ملهم. فطبعا الاجابة حسب المعنى والالالهام ليس كافيا في حد ذاته يجب ان تعمل جيدا. I didn't know who it was. ماشي. with the mask on with the mask on she was completely. يعني انا مش عارف هي مين دي لان المسك اللي عليها. she was completely. اللي جابه طبعا unrecognizable. تعال نجبها من تحت الفوق. recognize يعني يتعرف على. اوكي. recognizable يعني متعرف عليه. تمام? recognizable يعني ايه? متعرف عليه. recognizable او يمكن التعرف عليه. unrecognizable يعني لا يمكن التعرف عليه. لا يمكن التعرف عليه. يعني المسك اللي عليه الشاخ اللي غير معروف. السؤال اللي بعده طبعا الاخير هذه الادفرب. السؤال بيقول I have no excuses. ما عنديش اعذار. my actions افعالي. where space. طبعا يجابه where? explainable. where? explainable. تعال نشوف الفروقات بتاعته. explain يشرح او يوضح او يفسر. explanation الشرح. تمام? يعني يمكن شرحها. او يمكن توضيحها. اه. explain طبعا الماضي من. معنى الجملة. I have no excuses. ما عنديش اعذار. my actions افعالي. where explainable ممكن توضح. توضح. توضح الاكسكيوز بتاعت او الاعذار بتاعتي. سؤال ما و 17 بيقول the heroine had a space a love affair with the putcher. تمام? putcher يعني ايه؟ جزار. وطبعا هيروين يعني بطلة. وهيرو يعني بطل. had a passionate. الفرق ما بين الاربعة. passionate love affair. يعني قصة حب عاطفية. تعال نقول الفرق ما بين الاربعة. منهم كده يا باشا. passion يعني عاطفة. اوكي. passionless يعني بلا عاطفة. اوكي يا باشا. passionately بعاطفة. ده الادفرب. ده الظرف. offended. passionate صفة بمعنى عاطفي. دي الصفة للكلمة اللي بعدها. passionate love affair. يعني قصة حب عاطفية. السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده بقى بيقولك ايه؟ I'll resign if you continue to. حتى حستقيل لو انت استمرت. to space everything I say. this regard. طب يعني this regard. يعني regard الاول. regard هنا بمعنى طبعا ليه معنى كتير جدا ممكن تجد معنى يحترم. و this regard يعني ايه؟ لا يحترم. طبعا انا بقول انا حستقيل لو انت اه محترمتش everything I say. regarding معنى بخصوص. اوكي? regardless يعني بغض النظر عنه. ترجم معايا كل الكلام ده بعد اذن حضرتك. علشان تعرف اه الفرق منه. طبعا بعده بقول the word exploration. اللي هو استكشاف يعني is a noun. what is the adjective? or what is the adjective? دي النون. الصفة منها. exploration noun بمعنى استكشاف. اوكي باشا؟ الصفة منها exemplatory. دي الاجيكتيف. دي الصفة من كلمة exploration. exploration يعني استكشاف. exploratory يعني استكشافي. اوكي. طبعا exploratory استكشف. ده الفعل بتاع سعادتك فندم. و exploratory يعني مستكشف. اوكي. نشوف السؤال اللي بعده. يوضا نشوف السؤال اللي بعد. the word rely is a verb. كلمة rely اللي هي معناها يعتمد على فعل. what is the noun? اللي قاله طبعا reliability. rely يعتمد على reliability يعني مصداقية. اوكي. reliable يعني موثوق فيه. طبعا دي تعتبر ايه? الصفة. he was a very space of the work he had done. he was a very proud of. proud بمعنى فخور. وده النون بمعنى فخور بي بتاخد حرف الجرقف طبعا. ده الصفة ياسف جدا. النون برايد اللي هو ايه? الفخر. اوكي. اه براودلي الادفرب معناها ايه? بفخر. ده الظرفي بتاعي. طبعا لم اقول he was very 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 proud. اه the periods. the periods are space don't eat them. طبعا يجابة are poisonous. طب ايه الفعل? هو بقول don't eat them يعني ايه? ما تاكلهمش او ما تاكلش الحاجة دي. بايزن سم. بايزنس يعني سام. بايزنس يعني مسمم. تمام? بايزنس اللي هو السموم. فانا بقوله انا بقوله انه دي سامة. فما تاكلش. ده الفرق ما بينهم في المعنى. المشكلة في المشتقات انك تفهم الجملة صح. سؤال 23. I don't care what you say. ما هي منيش اللي انت بتقوله. I still think it's very unnatural. not to want to get married. it's very unnatural. I don't care what you say يعني لا يعنيني ما تقول. I still think ما زلت بفكر. it's very unnatural. unnatural يعني ايه? حاجة غير طبيعية. not to want to get married انك مش عايز تتجوز. طبعا nature اللي هي الطبيعة. ما ينفعش اقوله it is very nature. طبيعة جدا. مش حاجة اسمها كده. اه احنا قلنا unnatural يعني غير طبيعي. سؤال اللي بعده. in my opinion في رأيي all space are equally bad. اللي اتنين زي بعض وحشين. equally يعني مستويين. are equally bad. irrespective of which party they belong to. طبعا جابة all politicians. politicians يعني السياسيون. طب ايه الفرق ما بينهم? policy السياسة. اللي هو فن التعامل. political صفة بمعنى سياسي. اقول لك الحاجة دي. اه political matters. امر سياسي. political problem مشكلة سياسية. politicians سياسيين. politics اللي هو علم السياسة. طبعا بيقول يعني متساوي سيئين زي بعض كلهم. سؤال اللي بعد. although he was not. سؤال مية وخمسة وعشرين. space about helping with the washing up. he did so all the time. he was not enthusiastic. and enthusiastic صفة بمعنى متحمس. وبتاخد حرف جر about زي ما حضرك شايف كده. enthusiasm اللي هو الحماس. although he was not enthusiastic about helping with. رغم انه مش متحمس في المساعدة في. helping with the washing up. اللي هو غسيل الاطباق. he did all the time. did so all the time. طول لقتي بيعمل كده. يبقى enthusiasm الحماس. ما خدناهاش. enthusiastic متحمس. خدناه عشان المعنى. تمام? enthusiastically معنى بحماس. تمام? enthusiast. معنى متحمس بس دي ناون. دي ناون. enthusiast. متحمس. شخص متحمس. وفي الغالب بيجي بعدها الشيء اللي انت متحمس له. تمام? مش في الغالب. هو دايما. اقول مثلا. وما بتاخدش حرف الجر about. عشان في واحد حيقول له. طب ليه ما خدناش دي. enthusiast. حطها لك في جملة واكتبها معايا بعد اذن حضرتك. عايز اول هو متحمس للكورة. he is a football enthusiast. full stop. يعني مفيش حاجة اسمها enthusiast about. اوكي? يبقى enthusiast متحمس بيجي قبلها المجال. تمام? كده الفكرة. السؤال اللي بعده. بيقول I know all boys. all the boys who live in my. انا عارف كل الناس اللي عايشين in my neighborhood. letter A. الفرق ما بينهم. live in my neighborhood. يعني عايشين في منطقة. اذا كلمة neighborhood معناها منطقة. a neighboring صفة بمعنى مجاور. a neighbor's guard. neighborly طبعا معناها ودود او لطيف حتى ساعتها. ولما شرحنا الحصة اللي فات قلنا بتساوي friendly. افتكرها بال-ly اللي في الاخر ديها. مهمين او دول يا جماعة على فكرة. مهمين او او. السؤال اللي بعده بيقول he was not a particularly good teacher. هو مش مدرس. اه جيد. but his students loved him as he had a lovely. lovely بمعنى حيوي. a lovely personality. letter A. a lovely personality يعني شخصية ايه حيوية. تمام. دي ده النوم. person يعني شخص. personal يعني شخصي وهي صفة. وpersonally معناها بشكل ايه شخصي. فتبقى الاجابة طبعا. he had a lovely personality. يعني عنده شخصية ايه حيوية. مليانة حيوية كده. اه ماجنوتس. اه will space most metals. اللي جابه طبعا. attract. وماجنس ده هو المغناطيس طبعا. attract بمعنى يجذب. تعال نقول الفرق بينهم. attractive صفة بمعنى جذاب. attractively معناها بجاذبية. وهي ظرف طبعا اي حاجة او معظم الحاجات الاخيرة اللي غاية بنعتبرها صفة ظرف. وattraction بمعنى عام الجذب. طوام نون من attract. will بيجي بعدها المصدر طبعا. عشان كان طبيعي جدا اختار ايه? attract بمعنى يجذب most metals بتجذب معظم المعادن. سؤال has not improved much. لم يتحسن. behavior معناها يسلك او يتصرف. طبعا. behavioral صفة بمعنى سلوكي. هي جاية من كلمة behavior السلوك. فهي صفة بمعنى سلوكي. سؤال اللي بعد. they had no difference based that he was involved in this crime. involved in the crime يعني متورط في الجريمة. he had no definite proof. يعني they had no definite proof. ما عندهمش دليل definite يعني اكيد. ما عندهمش دليل اكيد ان هو متورط في الجريمة. طيب proof يعني ايه? proof يعني يثبت. اوكي? وطبعا اه ده الverb ودي ايه? ودي النعون. proof يعني يثبت. proof يعني دليل او اثبات. the car is not very space. it's always letting me down. letting me down يعني تخزلني. اه تخزل تكسفني يعني. لما تقول لواحد don't let me down يعني لو سمحت ما تخزلنيش او ما تكسفنيش. فانا بقول my car is not very reliable. وreliable قلنا يعني ايه? يعتمد عليها او موصوق فيها. احنا قلنا الفرق بينهم من شوية. العربية بتاعتي مش موصوق فيها مش يعتمد عليها. it's always letting me down. دايما بتكسفني. my wife is not of spiders. و spiders يعني العناكب. is terrified of. terrified. صفة بمعنى خايف من. صفة بمعنى خايف من. بتسوي afraid of. terror اللي هو الرعب. terrifying بمعنى مرعب او مخيف بالشيء. وطبعا terrific معناها رائع. لو سمحت اكتب المعاني دي عشان تعرف الفرق بينهم. my wife is terrified of spiders. يعني زوجاتي بتالخاف من العناكب. افتح لي بقى الكتاب صفحة 48 الجزء بتاع cumulative grammar قواعد التراكمية. النهاردة عندنا ايه في القواعد التراكمية? اللي هي يعني ايه تراكمية? مش لو انت تسمعني الاول مرة. يعني grammar. مش موجود عند حضرتك اه في المنحك بس بيجي عليها اسئاف الامتحان. احنا رجعنا قبل كده حاجات كتير قوي في حلقات اليوتيوب اللي فاتت. النهاردة الموضوع بتاعنا عن تعالوا نفتكر مع بعض الروابط اللي انت خدتها على مدار سنوات اعدادي حتى. الاول هنفتكر القواعد وبعد كده هنبدأ نحل عليها. مسلا اداة رابط يعني اداة الرابط. عليها استخدامها. زي مثلا او افتح الكتاب هتلاقي فيه جدول كده. اه بعد اذن حضرتك اكتب الملحظات الزيادة اللي انا هكتبها دي. يعني افتح الكتاب. اه صفحة اه انا قلت ايه مش هو صفحة كام? اقول لك حالا دلوقتي. صفحة تمانية واربعين. تمانية واربعين. ويلا نكتب او نراجع مع بعض القواعد المهمة دي. because او as او since. التلاتة بمعنى لانا والتلاتة بيجي بعدين جملة كاملة. فالفعل يعني ايه? يعني جملة كاملة. اول مثلا you can't get a driving license. مش ممكن يكون تاخد الرخصة. because you are too young. اصلي انت صغير. لانك صغير جدا. يبقى because هنا جاي بمعنى لانا. وجاي بعدين هقوم لك كاملة اللي هي ايه? you are too young. اوكي? يسويها as او since. نشوف اللي بعد. عندك because of. هتكتب لي بقى. بقى لما كالحلو الجميل كده. اه because of او owing to او due to. ماشي يا باشا. التلاتة اللي قدام ساعدتك because of او doing to او owing to او due to او owing to. معناهم بسبب. اللي يهمني في اداة الربط ايه يا شباب? يهمني معناها وبيجي بعدها ايه? يعني انا بقول الكلمة دي معناها كذا. وبيجي بعدها مثلا جملة كاملة. ولي بيجي بعدها الاسم زائد الفعل زائد ing قصدي. ولي بيجي بعدها ايه بالزبط. اول مثلا. owing to because of due to. معناهم بسبب. بيجي بعديهم يا اما الاسم. يا اما الفعل واخد ايه? ing. مثال. he went to hospital. هو راح المستشفى. because of. بص بقى اللي حقول ايه? ممكن اقول because of his illness. بسبب مرضه. او because of being ill. جاي بعدها الفعل واخد ايه? ing. اذا قبل من ان العل بعدها هنرجع نقول ان because و as و sense بيجي بعدهم جملة كاملة. because of. و owing to. و due to. بيجي بعدهم الاسم او الفعل واخد ايه? ing. عشان كده قلنا because of his illness. نعوي نعوي. او because of being ill. الخش على بعد هو. so لذلك. so بيجي قبلها الفاعل. سوري بيجي قبلها جملة كاملة. وبيجي بعدها جملة كاملة. لو قلنا because بيجي بعدها السبب. so بيجي قبلها السبب. العكسة. وبيجي بعدها ايه? النتيجة. so بتساوي كلمة اكتبها لو سمحت. كونسي كونتلي. اكتب الكلام ده. عشان انا مش هرجع اكتبه تاني. وانا بحلي مش هشرحه تاني. يبقى. so لذلك. بتساوي. او بتساوي. كونسي كونتلي. بكتبها لك او. اكتبها معي. او بتساوي as a result. كل ده يا شباب. بيديك معنى لذلك. كله بيجي بعدين جملة كاملة. تمام? as a result. تمام? قبليهم جملة كاملة سبب. بعديهم جملة كاملة ايه? نتيجة. شايف? يلا نشوف المثال. she didn't train well. هي ما اتمرنش كويس. so she lost the match. عشان كده خسرت المباراة. قادي قبلها السبب جملة كاملة. وقادي بعدها النتيجة جملة كاملة برده. تمام? نسيب دي ونخش على اللي بعده. بس يا رب تكون كتبت كل ملحظات اللي انا عملتها لك دي. هندخل بقى في حاجة تانية اسمها الروابط التناقض. تمام? اللي هما مين بقى? also. معاي بقى لما كده شوف انا بقى عمل ايه وعمل زي? نعمل خط تحتها also. so. تمام? so. طبعا الاتنين كلهم معناهم بالرغم من. نكتب الاول معناهم بالعربي بالرغم من. in spite of or despite of the fact that. بيجي بعضهم جملة كاملة فاعل فاعل ومعناهم على الرغم من. يلا نشوف مثال. although. although. he is rich. هذه الجملة الكاملة على الرغم من هو غني. he is miser. miser يعني ايه بخيل. نشوف جملة كمان. he is miser. ممكن نحطها في النص والقول though. although. he is rich. على الرغم من هو غني. اما but. فمعناها ولكن. وطبعا انت عارفين بيجي بعضها جملة كاملة. he is rich. but he is miser. هو غني. ولكنه بخيل. تعال نستخدم in spite of the fact that. هاقول he is rich. اكتب معايا المثال ده بعد اذن حضرتك. he is rich. in spite of the fact that. in spite of the fact that. على الرغم من. تمام. آآه. he is. سوري. مفروض. he is miser. انا اسف. نصلح مع بعض. he is miser. هو بخيل. in spite of the fact that. he is rich. على الرغم من هو غني. انا عايزك تكتب الجملة دي معايا. تمام? يبقى although. او though. او in spite of the fact that. شايف قد ايه كل دي كده? معناهم بالرغم من بيجي بعديهم جملة كاملة. طيب. شوف اللي جاية بقى. لما يقول in spite. آآ ما فين. اخدك معايا دي واحدة. لما يقول. آآ فيما تخصها الاول نقولها. لاحظ انه يمكن استخدام although او though. في بداية الجملة او في نص الجملة. وهي زي المثال ده. وزي المثال ده. آآ لاحظ انه but تستخدم في نص الجملة بس. زي المثال ده. آآ ممكن احذف الفاعل. والفاعل بعد but احيانا زي المثال ده. she is weak but. ممكن اقول but clever او but she is clever. طب تعدالي هنا بقى اقولك على حاجة مهمة جدا. اللي هي مين يا باشا? in spite of out despite. احنا من شوية قلنا in spite of the fact that بيجي بعد يا جملة كاملة. لكن in spite of بس. اللي هي معناها برضو بالرغم من. بيجي بعدها يا اما الاسم اما الفاعلة باخد ing يعني ما بيجيش بعديهم جملة كاملة. ونفس الكلام ينطبق على اختنا من in spite. او despite اسف. يبه تاني in spite of بيجي بعدها gerund او نعوين ing او اسم in spite despite نفس الكلام. فبقول in spite of او despite his great wealth. ادي الاسم هو. رغم صروته الكبيرة. او having great wealth. ادي الفعل وقت ايه? ing. he is miserly. يعني الخلاصة لو in spite of. لشان بس لو انت سرحت مني. او despite. اللي هي معناها بالرغم من. لو جاية بالشكل ده. in spite of the fact that. او despite the fact that. فهنا هيجي بعديهم جملة كاملة ومعناها بالرغم من. اوكي? طب لو شيلنا كلمة the fact that. يبقى in spite of despite. يجي بعديهم الاسم او الفعل او الفعل اواخد ايه? ing. تمام? زي ما قلتلك الرابط بيهمني فيها معناها وبيجي بعدها ايه? اوكي? يبقى تاني in spite of the fact that despite the fact that. بيجي بعدها جملة كاملة. تمام? فاقول. لكن in spite of best. او despite best. بالرغم من برضو. بس بيجي بعدها اسم او الفعل اواخد ايه? ing. خش على بعد. while بيجي بعدها جملة كاملة. ماضي مستمر. هتقول لي ماضي مستمر. يعني ايه يا مستر? يعني بتكون من was aware زائد الفيرب زائد ايه? ing. اوكي? لكن while برضو. لو حزفنا الفاعل. ييجي بعدها الفاعل اواخد ايه? ing. لو حزف الفاعل. استاذ ساعدتك تكتب لي الحاجات دي. الملاحظات دي. يبقى while ممكن ييجي بعدها جملة كاملة. ماضي مستمر. while لو حزفنا الفاعل يجي بعدها الفاعل اواخد ايه? ing. while we were making for. making for the shop. we saw. هيا المفروض walking. مش making. معلش ايب اصلحها عندك. while we were walking for the shops. هنا راح للمحال السوق. we saw a very bad car accident. طيب. هنا اه ممكن اقول while we saw a very bad car accident. while we were making for the shop. هنا عايز اقول لك ان هي ممكن تيجي في الاول او في النص. طب شوف اللي بعده. while walking. هي المفروض walking مش making. معلش. المفروض walking. تعال بقى في الاخيرة لو حضرك ملاحظ ايه اللي حصل. اه انت ملاحظ فعلا. حضفنا الفاعل. يبقى في اخر واحدة حضفنا ايه? الفاعل. تاني كده. while we were walking جملة كاملة ماضي مستمر. we saw a very bad car accident while we were walking. تمام? لكن لما حضفنا الفاعل قلنا while walking على طول. بس يحظف الفاعل برضو اكتب المعلومة دي عندك. يحظف الفاعل عندما يكون فاعل الجملتين واحد. عندما يكون الفاعل واحد. يعني فاعل الجملة الاولى هو نفسه فاعل الجملة التانية بعد اذنك. مش دايما بحث في الفاعل. يعني انا هنا بقول while we. شوف الدائرة انا عملتها فين كده? we were working for the shop. we. لان فاعل الجملة هو نفس الشخص ازا كان ممكن نحزفه في الجملة الاخيرة واقول while walking على طول. خلاصة while لو جاي بعدها جملة كاملة تبقى جملة كاملة ماضي مستمر. لو حزفنا الفاعل يجي بعدها الفاعل واخد ing. تمام? ودي الملاحزات اللي احنا قلناها واحنا بنشرح. طيب نشوف مع بعض وين? وين بيجي بعدها جملة كاملة مالاش قاعدة معينة وينها? بتساوي اكتب كده بتساوي on اللي هي برضو معناها عندما بس on بيجي بعدها الاسم او الفاعل واخد ايه? ing. on ما بيجيش بعدها جملة كاملة. when she arrived ادي جملة كاملة. when she arrived home she felt relaxed. بتساوي on her arrival او on arriving home. ادي وين? جاي بعديها جملة كاملة اكتب اللي انا بقوله عندك في الملزمة. واد on جاي بعدها اسم او جاي بعدها الفاعل واخد ايه? ing. اه بكده بقى نبدأ اكسرسايز choose the correct answer. فحنلاقي في اكسرسايز على كل اللي احنا قلناه اكسرسايز زيادة كمان. حاجات كده حنشرحها واحنا بنحل. سالاول بيقول اترين ده لوت حطيلي خطة استمتعنا بالاجازة. طبعا اللي هي بتساوي although اللي هي معناها على الرغم من. طب ليه اخترناها? عشان جاي بعدها جملة كاملة. طب ليه in spite of ما اخترناهاش? عشان بيجي بعدها الفاعل واخد ing. تمام? وليه despite ما اخترناهاش? عشان بيجي بعدها ايه? ing. بصية معناها بالرغم من برضو. الاتنين معناهم ايه? بالرغم من. السؤال اللي بعده سؤال بيقول I was feeling. هنا في نقط. I was feeling very tired. I went to bed early. يطرى الاجابة ايه? as. و as هنا بتساوي because. هيطلع حد يقول لي يا استاذ ما اقول as بيجي بعدها جملة كاملة. ويقول though بيجي بعدها جملة كاملة. يعني الاتنين بيجي بعدهم جملة كاملة. يحكمني المعنى بقى. انا بقول as I was feeling very tired. عشان انا كنت تعبان جدا. I went to bed early. you know my address exactly. انت عارف عنواني كويس. from now on. من دلوقتي. so you can come to see me not what you like. طبعا الاجابة whenever. whenever يعني ايه مستر وقتما بتساوي في المعنى او رغب في المعنى من وين. عندما ترغب او عندما تريد. سؤال اللي بعده بيقول I worked very hard but I was a free man. يعني انا بشتغل كتير بس انا كنت حس ان انا راجل حر. so I worked not a slave. unlike a slave. unlike a slave. كلمة slave معناها ايه عبد. unlike a slave يعني بخلاف او على عكس العبد اللي هو ما بيكونش فريمان. you study you will always fail. unless you study. unless معناها اذا لم. وطبعا اخذناها في المنهج السناء دي وممكن هناخدها ان شاء الله قريبا في المراجعة الجاية او اللي بعدها. unless بتساوي F not طبعا. وبتساوي F كل الحالات. هنا زي F الحالة الاولى. جاي بعدها ويكتب بقلمك مضارع بسيط. والناحية التانية والمصدر يبقى هنا زيها زي F الحالة الاولى. وهي بتاخد نفس حالات F. السؤال اللي بعده. وطبعا معناها اذا لم. you have to study hard you will fail. يجب ان تذاكر جيدا. otherwise. otherwise يعني ايه مستر وايلا otherwise you will fail. وايلا هتسقط. اوكي. السؤال اللي بعده otherwise طبعا اسلوب تحزير عشان تعرف بس باستخدمها امتى. وبيجي بعدها ايه جملة كاملة. في الغالب بيتبقى واخد شكل الايه. الفيوتشر استأذن ساعدتك تكتب لكل الملاحظات دي عندك. السؤال اللي بعده. you didn't get our message. لم تصلك الرسالة. he didn't get our message. لم تصله الرسالة. he can't know where we are now. طبعا الاجابة as a result. as a result هنا بتساوي. so لذلك هو مش عارف احنا فين. we arrived there. we had already gone. خد بالك arrived وماضي بسيط. ركز في كلام كويس. دي من المراجعة الاولى دي. we had already gone. ماضي تام. اذا بby the time. اللي هي بتساوي before. وكلنا عارفين by the time اللي هي بتساوي before. قاعدة بتاعتها بيجي بعدها. ماضي بسيط. ماضي تام. لو حابب تكتبها اكتبها. we are in november. those hot days are far away. يعني احنا في نوفمبر. الايام الحارة اللي كانت بعيدة من زمان. cold days are going to start now. طبعا اجابة طبعا consequently وبالتالي. consequently معناها ايه وبالتالي. اول ذلك. معنى الجملة بيحكمني طبعا. السؤال اللي بعده. 10. my husband and I work full time and have children. we are like a 19's family. we are like a 19's family. يعني ان احنا عيلة من ايام تسعينيات. طبعا الاجابة since. و since هنا بتساوي because. وحيبقى معنى الجملة. since. او because my husband and I work full time. لان احنا مشتغل وقت كامل. and have children وعندنا اطفال. we are like a 19's family. السؤال اللي بعد. I was told I would get a medal for it. it hadn't occurred that my work was anything exceptional. exceptional جاب من accept. معنى الجزء الاخير. it hadn't occurred. لم يحدث. اوكي. that my work. ان الشغل بتاعي. was anything exceptional. كان اي شيء غير متوقع. كان اي شيء متوقع. الاجابة طبعا until. وكلنا عارفين until يعني ايه. making cars smaller and lighter. they will be making them better in number of ways. طبعا اجابة besides. طيب الاول يعني ايه besides? besides يعني بالاضافة الى. besides معنى ايه? بالاضافة الى. بيجي بعدها يا اما الاسم. plus ing او اس. تعالوا نترجم الجملة بقى. besides making. يعمل على making. بالاضافة انهم عملوا عربية smaller and lighter. صغيرة واخف. they will be making them. هيعملوها كمان better in number and number of ways. هيعملوها افضل بكزا طريقة تانية. يبقى الاجابة besides. اولا عشان المعنى بالاضافة الى. سنين بيجي بعدها الاسم او الفعل واخر ايه? i energy. سؤال 13. it is easier to study animals than humans. اسهل انك تدرس الانسان. الحيوان عن الانسان. space animal behaviors can be controlled. سلوك الانسان. الحيوانات اسف يمكن ان يتحكم فيها. طبعا اجابة because. طب because due to الاتنين بنفس المعنى. دي معنىها لانه. ودي معنىها بسبب. ليه اخترنا لانه بيكوز. لانه بيكوز بيجي بعدها جملة كاملة. لكن due to بيجي بعدها الاسم او الفعل اواخد ايه? ing. اللي هي معناها بسبب. عشان كده ما اخترناهاش. عشان هنا عندي جملة كاملة. اللي هي animal behavior can be controlled. السؤال اللي بعده بيقول كمبيوترز ايكولوجيستيس. ايكولوجيستيس اللي هم علماء الايكولوجي او البيئة يعني. بمعنى يقلد او يحاكي. يقلد نقول يقلد اسهل. simulate communities with various plants and animals. يعني يحاكي المجتمعات بانباتات والحيوانات المختلفة. various يعني مختلف. طبعا الاجابة by means of. by means of computer بمعنى عن طريق الكمبيوتر. ترجم الكلام ده. ايكولوجيستيس try to find out بيحاولوا يكتشفوا. علماء البيئة. بيحاولوا يكتشفوا. how the earth's environments. ازاي البيئات. اه على الارض. can be preserved. يمكن ان تحفظ. can be preserved. يعني ايه. يمكن ان تحفظ. living things will continue to survive on planet. الاجابة طبعا زي ما حضرك شايف. so that. so that يعني ايه. لكي. تمام. so that معناها معناها. لكي. اوكي. ده المعنى بتاعها. بيجي بعديها جملة كاملة. بتبقى عبارة عن سبجيكت زائد. فعل ناقص. طبعا عارفين الفعل ناقصة. اول وشال وكان وكود ومي وميت. زائد مصدر. اكتب القاعدة دي بعد اذن حضرتك. ومعناها لكي. يبقى معنى الجملة. try to find out. علماء الاثار بيحاول يجدوا طرق. تمام? find out. ان يكتشفوا اسف. يحاول يكتشفوا. how the earth's environments. زي البيئة بتاعت الارض. can be preserved. يمكن ان تحفظ. so that لكي. living things. الكائنات الحية. will continue. زي ما حضرتك شايف كده انا قلتلك. بيجي بعدها الفاعل. وبعد كده فاعل ناقص. ادي الفاعل living things. will continue to survive. تستمر في ان تعيش على الكوكب. في ناس كتير حبايبي بتلخبط ما بين so and so that. so دي معناها لذلك. فيش اي علاقة بلا اتنين في المعنى. لكن so that معنى ايه? لكي. سؤال 16. space lose for protection. protection هي الحماية. many of the habitats and their species. species بمعنى فصائل حيوان. species يعني ايه? فصائل. are still in danger. ما زالت في اه خطر. طبعا اجابة despite. على الرغم من. طيب. حتقول لي يا مستر ما انت قلتلنا برضو. although even so على الرغم من. اللي هي letter a برضو. بس even so بيجي بعدها جملة كاملة. و in spite of or despite بيجي بعدها ناون او الفعل واخد. واخد. تبقى الجملة اخترنا ديه علشان هنا ما فيش جملة كاملة. رغم القوانين. رغم القوانين. رغم القوانين بتاعة الحماية. عشان اقول جملة كاملة حبايبي يبقى لازم فاعل فاعل. انا ما عنديش هنا كده. رغم القوانين الحماية. many of the habitats and their species are still in danger. السؤال اللي بعده. we are losing 130 species. بنفقد ما سبعة اتين فصيلة. every single day. كل يوم. اس بيس رين فوريستيس دي فوريستريشن. اللي هو تدمير الغابات. او ازالة الغابات الاستوائية. هتبقى الاجابة طبعا due to. due to يعني ايه? بسبب. وبيجي بعدها يا اما الاسم يا اما الفعل واخد ايه? ing السؤال اللي بعد. اتيشنج. my father has always been involved in public affairs. public affairs هي الامور العامة. الامور العامة. رجابة طبعا. as والاس. as والاس برضو معناها بالاضافة الى. تعال له هنا بقى. as والاس. اكتبها على بعضها عشان تبقى قاعدة كاملة. من شوية قلتلك. besides. in addition to. اكتب كل ده بعد اذنك. as والاس. besides. in addition to. دول كده معناهم بالاضافة الى. وبيجي بعدهم يا اما الاسم. تمام? يا اما الverb plus ing يا اما نعون. اذن اكتب المعلومة. as والاس. besides. اللي فيها اس. خد بالك. in addition to. كلهم معناهم بالاضافة الى. كلهم بيجي بعدهم الاسم او الفعل واخد ايه? ing. besides teaching. بيجاني بالتدريس. my father has always been involved. بابا كان دائما بيهتم بي. public affairs. اه اللي هي الامور العامة. السؤال اللي بعده بيقول جوزيف. who is anxious for power? اه لوشين doesn't want to take power. طبعا اجابة unlike. unlike يعني على عكس. او على عكس من او بخلاف. unlike يعني ايه? بخلاف. السؤال اللي بعده بيقول i'm going to do my my homework. انا اعمل لوجب بتاعي. take shower when i get home from school. and. and بنقول دايما هي اداة عطف. اللي قبلها زي اللي بعدها. فانا بقول هنا ايه? i'm going to do. اعمل لي دايرة على do. مصدره. مصدر الفعلة. to do my homework. and take. اداة عطف. وطبعا دايما and اللي قبلها زي اللي بعدها. builders البناء. use plywood اللي هو الخشب الابلكاش. خشب رقيق. زي الخشب الابلكاش كده. البنائيين بيستخدهم plywood in the construction of. في بناء small pots. it is easy to shape. طبعا اجابة because. لانا واحنا قولنا استخدنا because اولا عشان جاي قبلها نتيجة بعدها السبب وجاي بعدها جملة كاملة. i wanted to eat sushi. انا عايز اكل سوشي فور دينر. i went to Japanese restaurant. الإجابة so. لذلك الترجمة هنا اللي حكمت علي. عشان كده انا رحت للمطعم اليابان. he wanted to watch a match on television. عايز اتفرج على المباراة في تلفزيون. i was already watching another program. الإجابة but. ولكن لان في بين الجملتين في تناقض. في ايه بين الجملتين ياولاد. تناق. when she got the news from her family. لما حصل على الاخبار من عائلتها. she couldn't do anything space cry. but. وبط هنا بمعنى الا. لم تفعل شيء الا الصراخ. but. no one had a clue. what had actually. ما حدش عنده فكرة يعني. ان هو انهادك له. ما حدش عنده فكرة. what had actually happened. اللي حصل بالزبط. neither. حطي الخط تحت نايزر. طبعا كلنا عارفين نايزر بتاخد nor. neither nor. يعني لا. ولا. neither the police. nor the public. لا البوليس. ولا الناس العادين. they couldn't hold their meeting. ما قدروش يعملوا الاجتماع. in the open air. في الهواء الطلق. of the heavy rain. الاجابة طبعا. because of. واحنا قلنا. because of. معناها. بسبب. وبييجي بعدها ايه يا مستر. يا اما الاسم. يا اما الفعل واخر ايه? ing. because of the heavy rain. سبب الامطار الغزيرة. the music they make. but also. حطيلي دايرة كده على but also. عندنا قاعدة اسمها not only but also. اهي. الاجابة. not only. يعني ليس فقط. but also. ولكن ايضا. تعال بقى ان ترجم الجملة على بعضها. not only the music they make. مش بس المزيك اللي هم بيعملوها. but also the life they live. ولكن ايضا الحياة اللي هم عايشينها is an example of how to live well. طبعا. not only. احفظها زي ما هيك. not only. but also. ليس فقط. ولكن ايضا. سبايس بيبل نو. my job. they always ask me for details. تفاصيل. of the adventures. ومعناها مغامرات. i have had. طبعا. اجابة when. وبمعنى عندما. ونقول طب ايه الفرق بين when and while. while معناها بينما. لكن when معناها عندما. when people know. لما الناس عرفوا ما يجب. they always ask me. كانوا دايما بيسألوني. for details. عن تفاصيل. of the adventure. i have had. the prohibition. prohibition يعني منع. او تحريم. the prohibition law came into effect. يعني اتفعل. مني ويلز. اللي هي الحتام. ويلز يعني الحتام. مني ويلز. were killed with legal weapons. يعني الحتام كان بتقتل به. legal weapons يعني اصلحة. شرعية. او اصلحة قانونية. الاجابة طبعا. by the time. اللي هي بتديني معنى before. ومعنى الجملة. by the time. ابل معنى كده. ابل. ابل. بروهيبشن لو. قبل القوانين المنع. they came into. قبل القوانين المنع. ما تتفعل. came into effect. ما تتفعل. مني ويلز. were killed. كانت تقتل الحيتان. with legal weapons. السؤال. number 30. he didn't ask for reason. لم يطلب سببا. نور. دايما نور لما ييجي بعدها. جملة كاملة. ركز في كلامي كده بعد اذنك. طبعا نور يعني ولا. معناه كده. ولا كزا. نور لما ييجي بعدها جملة كاملة. لازم بنقدم الفعل المساعد على الفعل. nor did we. ابقى نور. وبعد كده. فعل مساعد. نور لو جات في اول الجملة. هيجي بعدها. فعل مساعد. وبعدين فعل. طيب. هنا في حد حيسأل ليه ما اخترناش didn't we. nor اداة نفي. فما يجيش معها نفي. معنى الجملة. he didn't ask for a reason. لم يطلب سببا. nor ولا. nor did we offer one. ولا احنا قدمناله. كمان مرة اخيرة. تاني عشان اللي كان سرحان مني. nor لما تيجي في اول الجملة. بيجي بعدها. فعل مساعد. وبعد كده فاعل. وبعد كده فعل. بعد اذنك اكتب القاعدة. لان كده اخترنا did we. وقبل ما ما تسأل ليه ما اخترناش didn't we. لان النور اللي هي معناها ولا. دي اداة نفي ما يجيش معها نفي. السؤال اللي بعض. السؤال بيقول. there are doubts. there are doubts. في شكوك about the schools future. عن مستقبل المدرسة. نوع families are enrolling their children to it. يعني enrolling their children to it. يعني بيقدموا لاطفالها لاطفالهم فيها. الاجابة طبعا. even so. يعني معنى الجملة. there are doubts. في شكوك about school the future. even so. ومعنى ومع ذلك. معنى كده. even so يعني ايه. ومع ذلك. يعني بتساوي. تقدر تقول بتساوي ايه. however. السؤال number 32. as our thinking develops. لان تفكرنا بيتطور. نقط. does our view of what is very good or extent provision. طبعا اجابة so. does. وكذلك. so does يعني ايه. وكذلك. plan effectively. effectively يعني بفاعلية. your work. you need to know how you are doing in that work. طبعا. اجابة in order to. طيب. in order to معناها ايه. لكي. in order to بييجي بعدها ايه. المصدر. طب فين المصدر هنا plan. اللي هي بمعنى ايه. يخطط. يبقى in order to. اللي هي بتساوي. عشان معلومة تكمل. بصير هنا بقى. in order to. اكتبها بعد اذنك. او so as to. او to. التلاتة دول قدام حضراتكم معناهم لكي. والتلاتة دول كده بيجي بعدهم المصدر. وما بيجيش بعدهم جملة كاملة. نرى الجملة بقى. in order to plan لكي تخطط effectively بفاعلية. your work you need to know. لازم تعرف. how you are knowing in that work. السؤال بعد بيقول. a person doesn't use cigarette. he or she can still be harmed seriously. يعني ممكن يتأثروا او يضروا بشكل خطير. by the smoke in the cigarette. طبعا اجابة even if. اللي هي بمعنى حتى ولو. تمام. وبيجي بعدها جملة كاملة زي ما حضرتك شايف كده. وتدي معنى also. i apologize to you. انا اعتذرت بعتذر لك. for the delay. بعتذر لك على التأخير. مهمة قوي انك تفهم الجملة لو سمحت. i can't. نعت. agree to your request that the employee. الموظف. in question be dismissed. دسميس يعني ايه. يترد. طبعا اجابة however. i can't however. ولكني مع ذلك. i can't however agree. however اني. however يعني. ولكن. i can't however agree. ولكن مع ذلك. لا اوافق. to your request that the employee. and question be dismissed. ان الراجل الموظفي اضطرت. before world war one. قبل الحرب العالمية الاولى. the relations among the european. العلاقات. ما بين european countries. اللي هو الدول الاوروبية. were very bad. and. وهنا ادت عطف عشان الجملتين معطفين على بعض. was very bad. كانت العلاقات سيئة جدا. and all were suspicious. وكلمة suspicious suspicious بمعنى شاكك او متشكك. about others في الآخرين. we listened for. we listened for the news on the radio. over the next few hours. يعني اسمعنا الأخبار من الراديو. في الأسابيع القليلة. في الساعات القليلة. we realized. ادركنا. we had been lucky. ان احنا محظوظين. in our house. طبعا. as. بمعنى. because. لان. معنى القوملة بقى. as we listened. يعني لان احنا سمعنا الأخبار. on the radio. over the next few hours. في الساعات القليلة الأخيرة. we realized. we had been lucky. ادركنا ان انا محظوظين. in our house. you withstand. withstand معنى يقاوم. you withstand the offers of your friends. you can succeed to be yourself. هذا. اللي جابه طبعا. as long as. اف. اسمعني. as long as. بتساوي. if في المعنى. والمعنى الحرفي لها طالما. وينفع ان نقول. so long as او as long as. تمام. يبقى ثاني. so long as او as long as. ركز معايا. بتساوي. if. بمعنى طالما. او لو. as long as. you withstand the offers. طالما انك بتقاوم العروض of your friends. you can succeed to be yourself. ممكن تنجح تبقى اي وحدك كده مع نفسك. السؤال اللي بعده بيقول she had little to live. عندها القليل to live on. يعني القليل عندها فلوس قليلة تعيش عليها. she lived happily and worked under her old oil lamb. طبعا الاجابة but ولكن يعني هنا معنى ايه? عندها فلوس قليلة تعيش عليها ولكن she lived liha by liha تعيش بسعادة. and working under her old oil lamb. مشغالة على اللمبة الجاز بتاعتها. معنى الجملة هو اللي بيحكمني هنا. السؤال بيقول you get to your admittance or admittance card اللي هو to get to your admittance card اللي هو كارت القبول. you will be directed to the other department. ستنتقل الى القسم الاخر. to finish the final procedure. ودي معنى عشان تنهي الاجراءات النهائية. طبعا الاجابة once. once هنا بتساوي when. عندما. once or when you get your admittance card. او المتاخد او عندما تاخد الكارت. بس اكتب معنى once الجديد ده. كارت القبول. you will be directed to the other department. حتى انتقل الى القسم الاخير. او قسم الاخر. to finish the final procedure. عشان تقول هى الاجراءات نهائية. you give up smoking. اللي هي معنى تقلع عن التدخين. or you will be developed you will be developed cancer. حيجي لك بعد الشر عليك cancer. عايزك تعمل لي دايرة على كلمة or. فاول المراجعات خالف كانت في اليونت اربعة بالتحديد اخدنا حاجة اسمها either or. اللي هي معناها اما كذا او كذا. either you give up smoking. اما تبطل تدخين or or you will be developed cancer. he couldn't get the job not his qualifications. ومعناها ايه مؤهلاته. اللي جابة despite. despite معناها على الرغم من. هتسألني عشان انت سرحت ليه ما اخدناش also? تعال اقول لك. also على الرغم من بس بيجي بعدها جملة كاملة. اكتب. despite على الرغم من. وبييجي بعدها اسم. عشان كده اخترناها. qualification ايه? despite the fact that على الرغم من. بس بيجي بعدها جملة كاملة. يعني زيها زي also. استوعب الكلام اللي انا قلته كويس. هي معنى الجملة هو مقدرش يحصل عظيفة على الرغم من مؤهلاته. سؤال اللي بعد كده او الجزء اللي بعد كده الجزء الاخير اللي هو صفحة 71. same sentence meaning. ولما اوصل عنده دايما بقولك الجزء ده مهم جدا. اللي هو الجملة دي معناها ايه? عايز حد فاهم grammar. مش حد حافظ grammar. نشوف الجملة الاولى بتقول ايه? هو طبعا عشان نحل السؤال ده. لازم الاول نفهم الجملة اللي فوق. الجملة بتقول دونالد couldn't help laughing. حطي الخط تحت couldn't help لي. couldn't help يعني لم يتمالك نفسه. وبييجي بعدها الاسم واخد ing. ماشي? couldn't help weaving. مقدرش يبطل عياط زي ما احنا بنقول كده. when he hear the bad news. لما سمع الاخبار المشكوية. عايز جملة بتسويها. هتبقى الاجابة لتر ايه? دونالد couldn't stop himself. مقدرش يمنع نفسه. تمام? stop himself يعني يمنع نفسه. weeping at the bad news. طبعا التاني غلط عشان هو بيقول دونالد couldn't allow himself. مقدرش يسمح لنفسه. دونالد couldn't help himself and so he wept. تمام? مش ماشي. دونالد couldn't help himself because he was weeping. ايه يعني هنا معناها? مقدرش يمنع نفسه اصلا هو كان بعياط لها. هو مقدرش يمنع نفسه من العياط. الجملة الاولى بيسويها سوري الجملة بيسويها السؤال اللي بعده. no sooner had they no sooner had they found. طبعا نو سونار يعني لم ياكد حتى او بمجرد ان. no sooner had they found number. than فاكرين نو سونار بيتيجي معها زانة. than they called here. بمجرد ما لقوا الرقم معناها كده. اتصلوا بها. دي بتساوي الجملة الاولى برضو. they called here as soon as اللي هي معناها مجرد ان. they found their number. طب ليه ما اخدناش دي? لان معنى الجملة they found their number sooner or later وجدوا الرقم عاجلا او اجلا. مالاش علاقة بالجملة. they called their number sooner or later هيكلموها او كلموها عاجلا او اجلا. لا طبعا. they found their number as soon as they called here. يعني هما وجدوا الرقم مجرد ما كلموها. لا ده هم مجرد ما وجدوا الرقم هما كلموه. السؤال واحد وستين بيقول. my brother used to walk to school with his friends. كان متعود يمشي يروح المدرسة بقى مع اصحابه. حطي الخط تحت used to walk. used to المصدر بتعبر عن عادة في الماضي. بتعبر عن عادة ايه في الماضي. انا واحدة بتسويه هنا letter a برضي. my brother no longer سبب وقلتلك no longer معناها لم يعد. وبيجي بعدها زمن المضارع البسيط. عشان كده اخترنا. بتساوي. اوكي. يعني انا قلتلك قبل كده. use to المصدر بتساوي. no longer وكتب المعلومة. زائد المضارع البسيط. بمعنى لم يعد. وعشان كده اخترناها. I'll give you my phone number. حديك الرقم بتاعي. I want you to phone me when necessary. when necessary يعني عند الضرورة. وتقدر تقول ان كلمة سر هنا. الاجابة letter b. I'll give you my phone number. so that لكي. وانا لسه كنت بشرحها من شوية. you can phone me when necessary لكي تحادثني عند الضرورة. طب ليه? الاولى غلط. I will give you my phone number. so that to phone me. مفيش حاجة اسمها so that. وبعدين تو المصدر. دي تركيبة غلط. تمام? I'll give you my phone number so to. مفيش حاجة اسمها so to. يا اما. so that. يا اما اللي هي حقولها اللي قلناها من شوية. so as to. لكي برضو. بس بيجي بعدها المصدر. تمام? السؤال اللي بعده. بيقول I couldn't come there on time. on time يعني في الوقت المحدد because I got up late. مقدرتش اجي في الماضية عشان صحيت متاخر. الاجابة كلهم صح. لانه ممكن اقول because of getting up late. وانا قلت because of بيجي بعدها جيران معناها بسبب. بسبب صحيان المتاخر I couldn't come there. او استخدم F الحالة التالتة اللي هي بتعبر عن الماضي. F الحالة التالتة بتعبر عن الايه? عن الماضي. If I hadn't got up late I could have come. لو كنت صحيت بدري كنت جيت. او اقول I got up late صحيت متاخر so I couldn't come عشان كده ما قدرتش اجي. my father advised me to choose that job. بابا نصحني اختار الوظيفة دي. تمام? لازم افهم الجملة كده الصح اللي بيسويها I choose that job because of my father's advice. ديسا قالين ان because of هي راحت فين? because of هي بيجي بعدها اسم ما يجيش بعدها جملة كاملة عشان كده قلنا because of my father's advice بسبب نصيحة والدي. تمام? اه ليه قلنا ليه ما اختارناش letter A? لان because of ما ينفعش يجي بعدها جملة كاملة. تمام? يعني ينفعش يقول because of my father advised me. because of advising me. مفيش حاجة اسمها كده. my father choose that job. يعني منطقين مع الجملة مش راكبة. السؤال اللي بعده بيقول the boy is clever he can make children's toys. يعني الولد زاكي ممكن يعمل لعب اطفال بتسويها letter D A and C. يعني ممكن نقول that boy is so clever that فاكرين قاعدة so that طبعا. so. صفة that اكتبها معي. اللي هي معناها جدا لدرجة أنه. وبيجي بعدها جملة كاملة. ده اللي انطبق على الجملة دي. my boy is a boy is so clever that ذاكي جدا لدرجة he can make children's toys. طب C صح برضو. لاني يقول that is such a clever boy that. كنا خدنا قاعدة such وقلنا such قاعدتها such. بيجي بعدها a او an. وبعدين الصفة. وبعدين اس. وبعدين that. وبعدين جملة. بصوا بقى انها عاملت الوقتي. دي كلها كده. بتساوي دي. so. صفة that. بتساوي such a او an. صفة اسم that. جدا لدرجة أن. عشان كده قلنا a and c are correct. that bubble is very lazy. الولد ده كسول جدا. my sister can teach him english. اختي مش عارفة تعلمه انجليزي. هتبقى الاجابة the bubble is too lazy for my sister. كسول جدا بالنسبة لأختي to teach him english. طب ليه اخترنا دي يا جماعة? فاكرين قاعدة to to to. نكتبها بقى الصفة to المصدر. طب دي معنى ايه مستر? هقول لحضرتك. دي القاعدة. طب is too lazy for my sister to add two a. وقادي الصفة lazy وقادي two وقادي المصدر. يعني كسول جدا لدرجة النقطة مش عارفة تعلمه انجليزي. تمام? طبعا ليه ما اخترناش الاولى? تعال اقول لك ما ينفعل فيش حاجة اسمها too lazy that. احنا قلنا يا اما so صفة that. يا اما too صفة to المصدر. في التانية قال لك too lazy for my sister can't. ما فيش حاجة اسمها كده. كان لازم بقى فيه too المصدر هنا. طيب. سؤال اللي بعد بيقول they think that she is the most beautiful girl in this class. بيعتقد ان هي اجمل واحدة في الفصل. دي بيسويها bnc. she is thought يعتقد انا كده حولتها بسف. هتقول ليه يا استاذ اقولك انا كده حولتها بسف. they think that she is the most beautiful girl. she is thought to be او it thought وكده برضه حولتها بسف. وطبعا لو حبيت ترجع ليه الدرس بتاع الاكتف والبسف هتعرف ليه احنا حولناها كده. the house is cheap enough for us to buy. صفة enough to ومصدر بتساوي. it is such a cheap house. ولسه كنا بنشرح طبعا قعدة من شوية. اوكي. بكده نكون احنا وصلنا لنهاية الحلقة بتاعتنا النهاردة. ارجو ان الناس اهتم لان انا شايف الناس بدأت تكسل شوية. وكل مرة بقولك اهتم وتعب لان حلمك استحق التعب. السلام عليكم.